بسم الله الرحمن الرحيم اهنا وسلام وتابعين يا رب تكونوا كويسين وبصحة جيدة معكم مصطفى قناة تيوك اللي بيسمعنا الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك وفعلي قرص لتوصل لكل محتوى القناة من موضوعات تعبير ووضعات ماجية وكملنا لايك اضغطوا لايك لو عجبكم الفيديو مش تبخلوش علينا باللايك بش هيفرد معاك وش هيكمل معاك ثانية بس يبيفرد ما احنا بيدعمنا وبيسندنا بيرفع الفيديو بيخلي الناس كلها تشوف الفيديو حابه برضو اعرفكم برضو ان انا عندي قناة تانية اسمها قناة يوتيوب معرفة حابه ان انت تشتركوا فيها وتفعلوا بقرص توصلك كل محتوى القناتين القناة الثانية برضو بلازل فيها موضوعات تعبير وموضوعات عامة تهم طلبة ومعلومات عامة اه لو انتم عايزينها بتظهر لكم كده انا ما تجي تفتح الفيديو في بداية الفيديو ده في بداية وكده او ما تفتح الفيديو ده هتظهر لكم من ناحية الشمال اه دايرة كده فيها حرف الاي اضغطوا على حرف الاي هتظهر لكم القناة الثانية اسمها يوتيوب معرفة اه ان شاء الله هتعجبكم اشتركوا وفعلوا القرص عشان توصلك كل محتوى القناتين في حد كتابي في التعليقات ان هو عاوز الموضوع تعبير عن اه التضامن في زمن الكورونا كتب في التعليقات من فترة بس للاسف اتأخرت عليه بعتذر ان انا اتأخرت عليه اه 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 لما اجي اكتب الموضوع التعبير عندي مقدمة وعندي عرض وعندي خاتمة المقدمة سطرين كده لمحة كده عن الموضوع المقدمة بتكون اصارة وتشويق فانا خلتها لمحة عن الموضوع السبيات في الاول بمقدار كلمة اصبح فيروس كورونا تحديا مشتركا لبلدان العالم فالتضامن والتعاون اقوى سلاح لمواجهته ادخل على العرض اصيب بياد مثل المقدمة بمقدار كلمة بياد بمقدار كلمة فيروس كورونا عدو وقاتل انتشر في جميع بلدان العالم ويهدد سلامة جميع البشر ولا يفرق بين الرجل وامرأة غني وفقير صغير او كبير ومن خلاله مات الالاف من الناس لان العدو لان العدوى سريعة جدا لذا على جميع المجتمعات الانسانية ان تتحد لمواجهة كارثة كورونا وينقاذ المستضعفين من ويلاته وتوفير اجواء التضامن والتآذر فيروس كورونا جعل الحياة سعبة بل توقفت واصبح هو الامر الناهي اصبح هو الامر والناهي تعطلت المدارس وتعطلت وتعطلت المدارس والمؤسسات وتوقفت الرواتب للعديد من العمال وجعل الناس تمر بوقات عصيبة في معركتهم ضد الوباء وهناك الكثير من الناس ترقوا اعمالهم ولا يوجد لديهم راتب شهري ولا معيل كمل ولا معيل لسد حاجاتهم الضرورية وهناك ايضا مناطق تضررت بشكل كبير بسبب الحاجر الصحي الامر الذي يفرض علينا جميعا التضامن مع الآخرين وتقديم يد المساعدات لسد حاجات بعض الأسر التي فقدت مصدر عيشها كالإعانات الغذائية ومستلزمات الوقاية والأدوية ولا يقتصر التضامن المادي فقط وهناك تضامن معنوي عن طريق تطهير وتعقيم الشوارع والميادين وكذلك التنبيه من خطر الفيروس ومواجهته بجدية وحزن فيما بيننا التضامن ليس سلوك بالغريب على الجزائريين كل حسب استطاعته فالهدف الأسمى هو التلاحم في ألمحن وإيصال البلاد إلى بر الأمان فديننا الإسلامي يدعونا إلى التكاتف فديننا الإسلامي يدعونا إلى التكاتف والتآذر خاصة في أوقات الشدائد والمحن حتى يتحقق المجتمع المتماسك ويجب أيضا أن يكون تضامن الدول مع بعضها البعض ويجب أيضا أن يكون تضامن الدول مع بعضها البعض الخاتمة السبايات إن كورونا توحد العالم إنسانيا وتستنهض روح التضامن وتحيي المبادرات وتحيي المبادرات التطوعية وتحيي المبادرات التطوعية وتربينا على وجوب الإحساس بالآخرين استشدت بحديث شريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعضه تمام خلاص كده حطوا نقطة الخاتمة طالة الصطوع يا رب الفيديو يعجبكم ويعجبوا له طلبوا مني ما تنسوش اشتركوا في قناة في قناة يوتيوب وقناة ثانية يوتيوب معرفة أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء مع موضوع تعبير آخر إن شاء الله يلا مع السلامة أشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله مع السلامة آل يا رب الفيديوه P اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة